أنا أذكركم بأن كل المحاولات الإرهابية التي حدثت كل الدماء التي سالت كل التفجيرات التي حدثت كل ما جار في مصر كنا نعلم تماما تمام العلم بأن من هم ومن الذين دفعوهم إلى فعل ذلك ومن الذين مولوهم والذين دربوهم بنعلم كل هذا وبنرى كل هذا وبنتحرك لمجبهة كل هذه كل هذه المحاولات أنا أذكركم بأن أردوغان في يوم من الأيام في ديسمبر 2017 ديسمبر 2017 كان أردوغان في مؤتمر في حزب العدالة والتنمية والكلام لم ينتبه إليه الكثيرون هذا الكلام بنعوزه هذا الكلام بنقوله بيقول لحزبه عارفين بيسألهم أنتوا عارفين الدواعش القيادات الداعشية اللي كانوا متواجدين في الرقة وموجودين في دين الزور وموجودين في شمال سوريا إلى أين سذهبون؟ بيكلم أضاع حزبه لأن أضاع حزبه كانوا خايفين بيقولوا أنت عملتهم وساعدتهم هيجوا عندنا تركيا يخربوها قال لهم لا دول رايحين مكان تاني خالص دول رايحين مكان تاني انتوا مش عارفينو وفقر مفقر أردوغان في هذا اليوم لما ألهم هم رايحين إلى سيناء رايحين إلى سيناء رايحين إلى سيناء ملعال أردوغان تانيشما ده كلام أردوغان بالصوت والصورة هو بيقول رحين إلى سيناء لما نقول مخطط لما نقول الناس بتحاول أن تعبث لما قول الأموال القطرية استخدمت بتخطيط تركي إخواني من اسطنبول لزرع المرتزقة وتهريب المرتزقة إلى داخل سيناء لإحداث التفجيرات لم نكن نضرب الودع ولم نكن نقرأ الفنجان وإنما هي حقائق موجودة بنحاول أن نصل بها إلى الناس لكن بعض الناس لا يريدون أن يسمعوا لا يريدون أن يقفوا على الحقيقة